نعم معايا السيدة اسماء السيدة اسماء اتفضلي السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك فضل ونعمة الحمد لله لو سمحت يا شيخ عمر انا هزوجي مسافر طيب فبعدين هو ما بيجي ليش او بيجي يعني ما بيجيش للولاد ولنا غير شهر واحد في السنة طيب يبقى عندنا 11 شهر بعيد 11 شهر بعيد شهر واحد بس اللي عندنا في السنة 30 يوم واقل كمية طيب واحنا رضيين احنا رضيين والله يا شيخ وبنقول علشان لا باين 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 ان انتوا رضيين رضيين ليه وليه وليه لبقى رضيين من غير المسائل اذا كاننا محتاجين تغيير لا انا مش احنا بنقول مثلا عشان ظروفه وانه هو مش احسن حاجة يعني هو على قد ما بيحكينا طيب فدلوقتي هو كان ليه اخط يعني ماشي ومش كويس بيعمل حاجات مش كويسة كتيرة جدا ويوعف من احنا وهو مسؤول يخرجوا منها ماشي مرة واثنين وثلاثة وعشرة ماشي لحد ما انا يعني خلاص فاط بيا انا عايشة ببيت انا وولادي بالايجار ماشي وعايزين بيت نعيش فيه كويس انا وسطته حتى يسمح حضرتك قلت له اسمع الشيخ عمر انت عارف مجرد مكالمة التليفون والله يا شيخ عمر احنا بنتحايل عشان يكلمها طيب بص يا بص يا اسمع يعني انت بتقولي ان ايه اخو بيستهلكوا في الاخطاء اللي بيقع فيها وقالوا مستهلكينه جدا وان جيت انا اتكلم ببقى مش كويسة عندهم وبيحرضوه علي وعلى بيته وعلى ولاده طب انا دلوقتي يا شيخ مش ابسط حقوقي بقالي دلوقتي 8 سنين زوجة مش ابسط حقوقي بقالي بيت اعيش فيه انا ولادي حاضر انت بتسألي بقى عال تعملي ايه ولا اكلمه كلمة عشان اعمل ايه يا شيخ اعمل ايه عشان ارتاح بيدي صدري من كلامه لما باجي اكلمه وبحس انه غير مهتم بي وعنده لا مبالاة بكل كلامي وكل نصايحي انا والله يا شيخ مش عايزاي بيحهم ولا يسيبهم والله العظيم وربنا ساهد علي انا بس عايزاي يدينا شوية اهتمام من كل حاجة ماديا ومجتمعيا احنا رحنا هلكت احنا رحنا هلكت من انتظاره ومع كده ان ما فيش منه اهتمام حتى بتليفونه حاضر انا اكلمه انا اكلمه انا اكلمه استاذ اسمان بس يا سيدي انا يا سيدي محدش هيمنعك خالص من انك تبر اهلك بس ع حضرتك بازن الله اول ما انتوسأل عنه هو الست اللي بتكلمني دي اول ما يسأل عنه العبد ما استرعاه الله فاول حدا يتسيل عنه عن الست اللي هي موجوعة دي انت بفكرتش في الايام اللي هي بتبقى فيها خايفة بتعمل ايه فازاي ما بتتصلش بيها اتصالك ده هيدفيها لتاني يوم انت لو عايز رأيي انا لا اجيزه لاحد يسافر الا وهو يتصل باهله بشكل دوري يحتاجونه هم لينفق دو ساعة من ساعة فانت عليك ان انت تتواصل معهم يوميا عشان يتدفوا او بمقدار ما يحتاجون عشان يتدفوا عشان يعيشوا في امانك يا اخي عارفين احنا بنعاني من ايه ان اللي بيسافر وبيتغرب وبيحصل حاجة اسمها ازمات الغربة من ازمات الغربة ما يسمى بفراغ دور الاب فيبقى فيه حتة كده بردة في البيت اسمها ايه دور الاب ييجي بعد ما هو يرجع بقى يحاول مع الزوجة خلاص ايما بدور الاب والام ييجي هو يصارع الام ويكسرها عشان ياخد دور الاب انا يا سيدي بقولك عشان انت ما تتوجعش بعد كده اوعى تفقد دور الاب معما بعد اذا فرضت عليك الغربة انا مش شايف ان الغربة لازم تتفرض على اي حد اذا فرضت عليك يا سيدي خلاص عليك ان انت ما تضيعش اهلك لان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعود وده شكل من اشكال ان تضيع من يعود العمر التاني اوعى يا سادة ابدا في اي معاملة وفي اي علاقة ان انت تعتبر ان انت هيزيد ثوابك لما تعمل طاعة فتفسد ايه فتفسد حق اوعى تعمل الطاعة فتعمل بر الولدين وتفسد حق لزوجتك واهلك وولادك الشرعي ما طلبش منك ابدا ابدا ان انت تكون والعاذ بالله ظالم لأهلك لينفخ ذو ساعة من ساعتك ساعتك دي اول حاجة بيتوجه لها ساعتك باهل بيتك اخوك اللي هو بيقوم بدور البير اللي هو بيمتصك ده احد اشكال علاجه ان انت تتوقف عن المساعدة اذا كان التوقف عن المساعدة ده هيصلح حاله فانت لازم تروح لحد رشيد فنصحتي في ملف اهلك ان انت تقعد مع حد خبير في ادارة ازمة استهلاك الاقارب للشخص في ناس عارفين ازاي يديروا ده لان في ناس انا اعرف ناس كتيرة ضاعوا وضعت علاقتهم واممحوا عشان يفضلوا هم محافظين على انهم ايمين بدور حامل حما اه وضاع البيت لا انت مش من حقك ان انت تضيع بيتك واولادك من حقك ان انت تقعد مع زوجتك وتقعد وتتفق مع بعض ازاي تحافظ على الاتزان والست بتقولك ان هي ما تقدرش تمنعك من بر الوالدين لكن هي ممكن تتوجع من الاستهلاك اه ممكن تكون مستهلك اه وهل الاستهلاك ده جائز شرعا لا يجوز ان يترك الانسان نفسه لاستهلاك الاخرين لا يجوز لانه من باب اضاعة المال لان كده انت كمان بتتعاون معه على الاسم والعدوان انت كده لما بتقف جنبه هيعمل اخطاء مرة واثنين وعشر وعشرين لكن انت لو تقف جنبه اقف بس ما تضيعش بيتك ان لأهلك عليك حقا في حق الاهلك فلازم تقوم بحقك فاتق الله سبحانه وتعالى واحد كده وصلي الركعتين هتجد في نفسك همه ان انت تقعد مع زوجتك وتتفقه لان دوة اللي يبرئك من ان انت تكون وقعت في ظلمها او ظلم اولادك